أهلاً وسهلاً فيكم بوحدة المالية العامة من ألفها إلى الياب لمن خلالها رح فيكم تتعرفوا بشكل سهل وتفاعل على مفاهيم معقدة مثل كيف بيتم إدارة المال العام، من وين الدولة بتحصل مصرياتها، كيف بيتم تحضير وإصدار الموازنة العامة، كيف مقصمة الدين العام وغيرها من المواضيع. هالوحدة التعليمية مقصمة لخمس مواضيع وبتتبع كلها المنهجية نفسها. مثل ما عم نشوف فيه موضوع مخصص للمال العام، موضوع عن الدرايط، موضوع عن الدين العام، موضوع عن الموازنة العامة، وأخيراً موضوع عن البلديات. والهدف من هول الموادع التعليمية هو تقديم كل المعلومات والمواد اللازمة لتقدروا تفهموا الموادع الأساسية المتعلقة بالمالية العامة وتتمكنوا من الإنخيرات أكتر بالشأن العام من بعد إمكانية المرائبة والمسائلة والمحاسبة. خلينا نشوف سوا على شو بيحتوي كل موضوع وكيف مقصم. على سبيل المثال، إذا كبسنا على الموضوع الأول ودخلنا على الصفحة، منشوف أنه ببداية كل صفحة محددين أهداف الوحدة والمعلومات اللي رح تكتسبوها بهيد الوحدة. بالقسمة الثانية، في شرح للمفاهيم الأساسية من خلال حوار بين شخصيتين، جانع ورابح. المستخدم فيه كمان يسمع الشرح بس يكبس على إشارة الصوت الموجودة باللون الأزرق. خلال كراءة المفاهيم، المستخدم مدعو أنه يختبر معارفه ويكتشف مفاهيم جديدة من خلال مجموعة من التمارين. كبسة تحقق بتخلينا نشوف إذا جوابنا صح أو غلط على الأسئلة إضافة لمجموعة العلمات اللي حصلنا عليها. كبسة إعادة المحاولة بتسمح لنا نجرب حظنا مرة تانية ونعيد التمرين. بنهاية كل وحدة تعليمية، في فيديو بيلخص الأفكار الأساسية وبيثبت لنا المعلومات. بالقسمة الأخيرة من الصفحة، في مراجع إضافية إذا حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع. وأكيد هالتقسيم بيتطبق على جميع الصفحات والمواضيع المطروحة. للانتقال للموضوع الثاني، بنكبس على السهم على شمال الصفحة. ولنرجع على الصفحة الرئيسية، بنكبس على لوحة التحكم. الهدف من الوحدات التعليمية الخاصة بالمالية العامة هي تعزيز المعارف المالية والاقتصادية عن جيل الشباب وتشجعهم للمشارك الفعال بالحياة العامة. ندعيكم تتطلعوا عليها وتجربوها. ترجمة نانسي قنقر